يلي ما له يحافظ منظومة في التجويد يحاول يحفظها يلي يحافظ منظومة يحاول يطلع على منظومة ثانية يحافظ ثانية أو يطلع على واحدة ثالثة فيما عنده منظومات جميلة في تاريخنا الإسلامي فيعن منظومة أول من النظم اللي هو أبو مزاحم الخاقاني هذا أول من النظم في التجويد قال في أولها قد قلت قولا ما سبقت بمثله في وصف حذق تلاوة القرآن شو قال قد قلت قولا ما سبقت بمثله في وصف حذق تلاوة القرآن فيه كمان عندنا منظومة السخاوي يا من يروم تلاوة القرآن ويرود شأوى أئمة الإتقان لا تحسب بالتجويدة مدا مفرطان يموت حسب حالك إذا طولت بالمدود وبالغت في تطويلها ما شاء الله هذا مجود لا وهيك مليانة نصايح وبعدين أحكام في عندنا غير الجزرية عندنا تحفة الأطفال طبعا وهي قبلها من حيث التعلم التحفة ثم الجزرية وممكن الإنسان يذهب مباشرة إلى الجزرية في عندنا منظومة الطيبي رحمه الله شو اسمها المفيد من أجمل ما يكون من أجمل ما يكون وكأنها متممة للجزرية لأنه لم يتعرض فيها للمخارج ولا لكثير من الصفات اعتمادا على الجزرية لكنه أتى بأبحاثين فيها يعني مكملة لحال معلم القرآن رزاو الله خيرا طيبي في عندنا منظومة شيخنا الشيخ إبراهيم علي الشحات السمنودي الله يرحمه الطويلة اللي اسمها ايش لآلئ البيان ولما لقاها طويل اختصرها شو سمها تلخيص لآلئ البيان فله منظومتين في التجويد مطولة وإيه مختصرة إذن يعني اللي بده يستزيد الباب موجود طيب اللي بده يشتغل بالقراءة السبع لابد له من حفظ الشاطبية لابد وإلا كيف يستحضر الخلاف إذا كان كل ما بده يروح لعند أستاذه وبده يقرأ بيحضر وبيروح طيب وبعدين شي مرة ما لك محضر ممكن هيك تسمعنا بالله أو واحدة لك يا شيخ مين يعني مين بيقول التوريت ومين بيقول التوراة بالتقليل هم بي شو بدك تقول له والله لأروح على البيت وشوف لك يا هيك بدك تقول له إذا حافظ الشاطبية بتقول إيش وإضجاعك التوراة ما رد حسنه وقل للا في جود وبالخل في بللا خلص من هالكلمتين بتعود أنت بتقول قرأ فلان وفلان كذا قرأ فلان واحد قال لك يا شيخ أنا سمعت فيه ساعة بيقوله بئسة وساعة بيقوله بيس بعذاب بيسن بقيسن إيش هدي إيش شو بدك تقول له بدك تتعود تحكي من راسك تحط عباس على دباس هم لكن لما بتقول بيسن بياء لاح بالخل في مدى والهمز كم وبيئسن خلف صدى بقيسن الغير بس كلمتين بعملة كده سايف بتقوله قرأ فلان كذا قرأ فلان كذا قرأ فلان كذا فلابد من إيه من حفظ المنظومات خاصة من يتصدى للتعليم أنا الآن أكلم إخواني وأحبابي اللي متصدين للتعليم وأهم من هذا وذاك ألا نقصد بتعلمنا وتعليمنا إلا الله سبحانه وتعالى والله يا أخواني والله خسران 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 جدا 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 من قصد غير الله في تعلمه أو قصد غير الله في تعليمه يعني على قول إخواننا المصريين بيقولوا ما عرف يحسبها ما عرف يحسبها صح فعلا ما عرف يحسبها ما أحد يعطيكما الله جل جلاله أبدا أيا كان ما أحد يعطيكما الله جل جلاله ومشايخنا الله يرضى عنهم يعني أنا اللي بعرف المشايخين ما كانوا ميسورين الحال مشايخنا في مصر ما كانوا ميسورين الحال لا الشيخ الزياد طبعا أنا أتكلم عن الزياد قبل أن يأتي إلى السعودية لما كان في بيته ولا الشيخ عامر ولا الشيخ السمنودي لكنهم كانوا راضين ولا سمعت منهم مرة تأفف ولا سمعت مرة منهم يعني رفت عينهم لحد أبدا لأنه شعرين بقيمة ما آتاهم الله عز وجل صبروا كم سنة على يعني شظى في العيش انتبهنا وبعدين كلهم صاروا بدار الحق هلأ صاروا عند ربهم يرزقون شاء الله هذا ظننا بالله لا نتألع على الله ولكن هذا ظننا أن هؤلاء السادة الشيوخ الذين أنضوا أعمارهم في خدمة كتابه نرجو لهم كل خير نرجو لهم كل خير ونرجو الله أن لا يخيب ظننا ونرجو الله أن يرحمهم ويعلي مقامهم ويجعلهم في الفردوس الأعلى من الجنة إن شاء الله فالشاهد يا أخواني ما أحد يضيع على نفسه فرصة أن يكون مقبولا عند الله أن يكون مرضيا أن يقال له يوم القيامة اقرأ وارتقي ورتل كما كنت ترتل في الدنيا فإن منزلتك عند آخر آية تقرأها أحد يضيع هذه المنزلة بكذا أو بماذا فلننتبه إلى هذه الأشياء وأعود فأقول وذكر إخواني وأحبابي بمصيبة ألف النعم مصيبة الواحد يكون عنده سيارة بس بيعرف حاله يفتح الباب وبيعود وبيشغل وبيمشي لك يا أخي ما شغلت طب اتصور هاي لهم موجودة لأن المولى الجليل عرفنا أسلوب في القرآن كيف نعرف النعمة بفخدها قل أرأيتم إن جاء لله عليكم الإيه انتبهنا يبدك تعرف قيمة النهار اتصور الدنيا ليل على طول بدك تعرف قيمة الليل اتصور الدنيا نهار على طول ما قال من إله غير الله يأتيكم بليلة تسكنون فيه من إله غير الله يأتيكم بضياء بدك تعرف قيمة العيون غمض لك عيونك وامشي لك خمس دقايق بالبيت خبس قول أنا الآن عير الساعة خمس دقايق قول هلا أنا بدي غمض وبيدي يروح على التواليت العفو وبيدي يروح على ما بعرف إيه وامشي وعمل هيك يديك ما بلح غير حالك انطرقت بشي شغلة ويمكن لح توقع انتبهنا اللهم عرفنا نعمك بدوامها لا بزوالها نعمة التعبير يا أخواني التعبير هذا النطق أنا الآن صليه ساعة عم عبر عما في نفسي لكم هذه نعمة عظيمة جدا استعمل فيها قطعة لحم بها الحجم هاد برفعها وبنزلها وبأخدها يمين وفي معاني براسي عم تطلع والله شلون عم تطلع أنا ما بعرف وكلنا لما نقف بنقرأ بالصلاة منين عم نجيب الكلام ما بعرف تعرفوا أنتو بيقولوا في شيء اسمه الذاكرة وأنه طيب ما شيء بس يعني شلون هاي ما بنعرف نعرف أنه نحن برؤوسنا في شيء اسمه الدماغ وفي قطعة منه فيها الذاكرة بس شلو حقيقة ما يجري في الداخل والله ما بنعرف والمعلومات عم تتوافد وبتشوف واحد من عشر سنين إليك الله إنت فلان ما وبصلك عشر سنين ما لك شايفه وين كانت بخباية هاي الصورة وفجأة طلعت بعد كل هاسنين هاي أحيانا في ناس عالتالي فون بتعرفهم صايرة معكم ولا لا عالتالي فون فلان مع أنه قلوا سنين ما حكى معك لكن قلوا نبرة خاصة قلوا كذا عجايب عجايب من صنع فهي النعم عرفتوا شو معنات ألف النعم أن نتعود على النعم ونألفها من جملة ذلك نعمة تعلم القرآن العظيم وعلومه وتعلم الله لا يزهدنا فيها الله لا يزهدنا فيها الله لا يجعلنا دائم عيوننا لعند أحد لبرة أبداً مئياً كان فلان عنده بيت الله يوفه والله يبارك له الله يلهمنا وأياه شكر النعم فلان عنده سيارة فخمي الله يبارك له ولا بترف عيننا بتريد يأخذوا مني ومنك ألف لام مين ويعطونا ما أعطى مو القرآن كله بس ألف لام مين ترضو أي عاقل يرضى فنحن مفضلون هذه من نعم الله علينا الله يديمها إن شاء الله ونسأل الله أن يزيدنا وإياكم وأن لا يجعلنا نستبدل وأن لا يجعلنا ننظر إلى ما بأيدي الناس الله يوفقهم الحمد لله ربي ساترنا بفضله مكرمنا جل جلاله ساترنا بفضله الحمد لله نسأله تعالى دوام الستر دوام النعم فالله يرضى عليكم انتبهوا إلى هذه الأمور ويعني لنصن ألسنتنا عن بعضنا الله يرضى عليكم في بعض المسائل بالتجويد في بعض المسائل بالقراءات خلافية قول رأيك قول رأيك لكن لا تجرح بالآخرين أبين فساد الرأي الآخر كرأي كرأي يعني أنه الحكم الفلاني لا أرى أنه صحي بالطريقة الفلانية لأنه كذا 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 بدون تجريح بدون ما يعني نتكلم بطريقة فيها نوع من الاستفزاز أو نوع من الانتقاص لا لشخص فلان ولا لبلد فلان ولا لقبيلة فلان ولا لشعب فلان انتبهنا الله يرضى عليكم يسعدكم كل أهل القرآن إخواننا كل أهل القرآن أحبابنا إن شاء الله هيك ربي كما جمعنا في الدنيا في هذه القاعة من غير أنساب بيننا ولا أحساب يجمعنا إن شاء الله جميعا أولو آمين في الفردوس الأعلى من الجنة من غير سابقة عذاب ولا حساب ولا سؤال على طول إن الذين سبقت لهم مننا الحسنى مبعدون لا يسمعون وهم لا يحزنهم شو والله شي حلو لا يحزنهم من فزاهم الأكبر قديش في آيات مرعبة عن يوم القيامة هدول في صنف من الناس ما بيدروا بكلها القصة هاي منذ أن يخرجوا من قبورهم بتحيط بهم ملائكة موكلون بهم بيقولون لهم نحن أولياؤكم في الحياة الدنيا لا تخافوا لا تحزنوا أبشروا وبيأخذوهم من مقام إلى مقام بعدين بعد مرحلة معينة بيقولون لهم متى سنمر على الصراط بتذكروا هنا أنه في صراط يوم القيامة بيقولون لهم مرينا يعني مروا يعني مروا ما انتبهوا شوف بيقولون لهم متى بيقولون أتذكر لما لمع نور بيقولون لما لمع ذلك النور كنا نعبر يعني هو مروا خلاص وماله دريان شو بدك أحلى من هيك الله يجعلنا منهم يا رب إن الذين سبقت لهم الله يجعلنا وإياكم منهم إن شاء الله يا رب ولا تنسونا من دعاكم نسأل الله أن يبارك فينا جميعا وفيكم يا أخواني وبأزواجنا وبأزواجكم وبأولادنا وبأولادكم ويرفع البلاء عن المسلمين الله يرفع البلاء عن المسلمين في مشارق الأرض ومغاربها الله يحبب المسلمين ببعضهم الله يألف بين المسلمين الله يهيئ لهم قادة مخلصين يقودونهم إلى العز وإلى رفعة شأنهم يا رب العالمين وأسأل الله أن يبارك بمركز الإقراء في مسجد الملك خالد ويبارك بأخي فضيلة الشيخ عدن العرضي وإخوانه القائمين معه في هذا المركز الذي كما ذكرت لكم أول من أمس يعني شعرت أن هؤلاء الإخوة جادون جادون فيما هم فيه وأنا أحب الإنسان الجاد وحب الإنسان الدقيق أحب الإنسان الذي شاعر بالمسؤولية وشاعر بالأمانة وأنه أمام أمر جلل من نقل كلام الله عز وجل إلى أفراد الأمة نسأل الله عز وجل أن يجعلنا وإياكم مرضيين عنده جل جلاله لأن مولانا قال عن ذاته العلية صنع الله الذي أتقن كل شيء وفي الحديث الشريف إن الله يحب إذا عمل أحدكم عملا أن يتقينه أو كما قال صلى الله عليه وسلم فنسأل الله لنا ولكم القبول وأن يطيل أعمارنا في عافية ولا تنسونا من دعائكم والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله ترجمة نانسي قنقر